موسيقى طيباً لوقاتكم وأهلاً ومرحباً بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدوها كالعادة بالعنوي الصحافة الفرنسية تتحدث عن مساعي أممية لإيجاد حل دائم للحرب في اليمن ومن موقع بي بي سي اشتباكات متفرقة في الحديدة تثير المخاوف بشأن مصير الهدنة ومن أخبارنا المنوعة طائرة ركاب تضطر للعودة بسبب نسيان قلب بشري على متنها أهلاً بكم قال دبلوماسيون إن مشروع قرار بريطاني سابق بشأن اليمن يتم مناقشته في مجلس الأمن الدولي مع تعديلات تتضمن اتفاق مشاورات السويد بشأن الحديدة من ضمنها لجنة مراقبة أممية وعنون موقع يمن مونتور مشروع قرار بريطاني بشأن اليمن في مجلس الأمن يتضمن لجنة مراقبة أممية أقل الموقع أن مشروع القرار البريطاني يغطي خمس طلبات تقدم بها مارك لوكاك منسق شؤون الإغاثة بالأمم المتحدة أحدها سريان هدنة حول المنشآت الخاصة بالإغاثة والواردات التجارية وقالت سفيرة بريطاني في الأمم المتحدة كارين بريس للمجلس يحدون الأمل أن نعمل على وجه السرعة مع زملائنا لإصدار قرار من مجلس الأمن يقدم أقوى دعم ممكن لما تم إنجازه إلى الآن كتب معن دماج مقالة عن آخر معتقل سياسي أدخلته ميليشي الحوثي على معتقلاتها وإلى معتقلاتها وصادف ذلك التوقيع على تبادل المعتقلين وقد كتب معن عن واحد من البسطاء الذين يملكون حلما كبيرا لوطنهم وهو عبد الكريم عبد الرحمن الرياني المعتقل حاليا في سجون ميليشي الحوثي وقال الكاتب في مقال تنشره بالقيس تلك كانت تحيته المألوفة منذ عرفته طالبا في منتصف التسعينيات قبل أن أعرفه مباشرة كنت قد سمعت عن شجاعته الاستثنائية في التعامل مع الأمن أثناء صدامه مع الطلبة المحتجين وقتها على صحيفة سيئة السمعة وفي تجربة الحزبية والسياسية قل أن تعرفت على رفيق بمثل شهامته وشجاعته ولعله من بين قليلين كنت أظنهم لا يعرفون الخوف أبدا كان على الطلاعين ومعرفة عميقة بمسيرة الجبهة الوطنية الديمقراطية ورجالاتها ولقد كان بمقطبه المشحوط إلى الركبة تذكير بهم وبعنفوان جيل نادر بدد كل تضحياته جيل عاجز من السياسيين الانتهازيين وغير المستقلين ضيقي الأفوق صديق الفلاح المرح كان يعرف جيدا كيف يلتصق بأبناء شعبه ويميز بين الأساسي والثانوي وبكل نفاذ بصيرة وروح دعابة أتذكره في مظاهرات الاحتجاج على رفع المشتقات النفطية العام 1998 وهو يصرخ بين الناس لا إرياني بعد اليوم ويضحك عندما نشاهده بينهم فقد كان يعرف أن الشعار الخاطئ وغير المناسب والذي تغذيه السلطة تعمد إلى تفريق الناس وزرع الشقاق الجهوي بينهم ثانوي جدا أمام المساهمة في الاحتجاج ضد سياسة النظام غير الشعبية والمعادية لمصالح الفقراء وعموم المواطنين عبد الكريم عبد الرحمن الإرياني جاءوا عسكر الجن الحوثي واقتادوه من مقر عمله إلى السجن كل كلمات التضامن وتعبيراته قليلة يا رفيق العزيز كل التضامن مع عبد الكريم كل التضامن مع عائلته مع زوجته وبناته أسعد مساءك يا عبد الكريم أسعد صباحك يا إرياني ألاف المختطفين والأسر اليمنيين أمام أيام صعبة وحاسمة منحتهم الجولة الأخيرة من المشاورات بصيص أمل لكن أمهات المختطفين يبدينا خشية وقلقا من تعثر تنفيذ الاتفاق وعنونا المصدر أونلاين حذرت من التلاعب بهذا الملف الإنساني رئيسة رابطة أمهات المختطفين تقول الأمهات ينتظرن معانقة أبنائهن خارج المعتقلات وقال الموقع خلال السنوات الماضية ومنذ انقلاب ميليشيا الحوثي وما تبعه من أبشع موجة للانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن كانت رابطة أمهات المختطفين المنظمة اليمنية الأكثر حضورا في متابعة قضايا المختطفين تقول أمهات السلام الحاج رئيسة الرابطة للمصدر أونلاين إن اتفاق طرفي المفاوضات حول قضية تبادل الأسرة والمختطفين منحة أمهات المختطفين تفاؤلا وأملا كبيرا في أن يتمكن من معانقة ذويهن خارج المعتقلات لكنها تعبر عن قلق وخشية من تعثر الاتفاق كما تعثرت كثير من الاتفاقات السابقة وتضيف نعمل أن يتم الإفراج عن أبنائنا المختطفين في كل السجون والمعتقلات والمغفين قصرا من كل الاتجاهات فنحن كأمهات لا نفرق بين اليمنين على الإطلاق هل ألهمت الثورات العربية شعوب العالم؟ تحت هذا العنوان كتب غازي دحمان مقاله المنشور في العرب الجديد مضيفا تثبت الأحداث والوقائع الجارية أن تاريخ انطلاق الربيع العربي هو تاريخ اندماج العرب في منظومة القيم العالمية وانتمائها للحداثة السياسية وعلى الرغم من محاولات الثورات المضادة والدولة العميقة تشويها صورة حراكات الربيع العربي بالادعاء أنها تريد إرجاع العرب إلى زمن مضى إلا أن الأحداث التالية لها تؤكد أنها كانت ملهما لثورات ستأتي في نهاية هذا العقد وربما العقد المقبل فجأتنا ثورة فرنسا التي جاءت صورة عن ثورات الربيع العربي وبالطبع لن يرضي هذا التشبيه كثيرين من أدعياء اليسار والقوميين وأنصار الأنظمة الحاكمة والثورات المضادة لأن هذا التشبيه يعني انتماء ثورات الربيع العربي للعصر بل إنها تكاد تكون سابقة للعصر ما دامت نسخها العالمية الأولى جاءت بعد انطلاق الربيع العربي بثمان سنوات لن يرضيهم لكن ما عسانا نفعل بالمعطيات التي فرضت نفسها علينا وأجبرتنا على المقارنة وتوضيح التقاطعات الهائلة بين الحركين العربي والفرنسي أولا تشابه محركات الاعتراض التهميش والتمييز وسياسات الإفقار فقد اتبع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سياسات منحازة للأغنياء بل إن فرنسيين يتهمونه باحتقارهم لأنهم ليسوا أغنياء وهذه السياسات ذاتها كانت قد اتبعتها أنظمة الحكم في تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن فلم تكتفي بمحابات الأغنياء بل أصبحت جزءا من هذه الطبقة وربما الجزء الأكثر غينا والرأس القائد لهذه الطبقة ثانيا أدوات الاعتراض جميع الذين يشاركون في ثورة السترات الصفراء هم بالأساس أبناء الأرياف وأبناء الضواحي وبدأت تلتحق بهم قطاعات أخرى مثل الطلبة وأبناء الطبقة المتوسطة يقول باتريك كوبرين في تقرير نشرته صحيفة الأنتي بنتد إن اتفاق الهدنة في مدينة الحديدة لا علاقة له بالطرفين المتحاربين في اليمن وإنما يعود إلى التغيير السياسي في واشنطن والعلاقات بين السعودية والولايات المتحدة وفي يوم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في ختام محادثات السويد كان مجلس الشيوخ الأمريكي يدعم مشروع قرار يحمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية قتل الصحفي جمال خاشخجي في قنصلية بلاده في إسطنبول منذ شهرين ومرر المجلس أيضا مشروع قرار ينهي الدعم الأمريكي للتحالف بقيادة السعودية في اليمن ويضيف كوبرين أن الرئيس دوراند ترامب لا يزال يدعم السعودية ولكنه يدفع ثمن ذلك غاليا فالديمقراطيون والجمهوريون يهاجمون معا ولي العهد السعودي ودور السعودية في اليمن وسيشعر ترامب حينها أن علاقته بالسعودية تضعفه أكثر مما تضعفه علاقته بروسيا وإذا استمر في دعم ولي العهد السعودي فإنه لا محالة سيطلب أشياء كبيرة مقابل هذا الدعم مثل إنهاء الحرب في اليمن التي تدعمها أو التي يدعمها الأمريكيون إكراما للسعوديين تقول صحيفة لوبوان الفرنسية إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش ومبعوثه الخاص لليمن مارتين جريفث يسعيان إلى إيجاد حل دائما بعد أربع سنوات من الحرب خلفت حوالي عشرة ألاف قتيل وما يقرب من عشرين مليون جائع وفقا للأمم المتحدة وقال الوسطاء الذين لم تكن لديهم سوى آمال محدودة لتحقيق انفراج أو انفراجة إن الجانبين سيجتمعان مرة أخرى أواخر يناير لمحاولة تحديد إطار للتفاوض على تسوية سياسية وقالت الصحيفة إنه يستوجب على القوات الحكومية والمقاتلين الحوثيين المدعومين من إيران الانسحاب من المدينة والميناء الذي يسيطر عليها المتمردون ويهاجمها التحالف المؤيد للحكومة وعن مراقبة الهدنة نقلت الصحيفة عن مصدر في الأمم المتحدة إنه يمكن نشر ثلاثين مراقبا من الأمم المتحدة في المدينة يتحدث الكاتب كون هالينان عن إمكانية إعلان حرب ضد إيران مؤكدا أنها وإن أشعلت الولايات المتحدة الأمريكية معركة ضد إيران فإن النتائج غير مضمونة ويضيف في مقاله المنشور في كونت برينت سوف تكون مثل هذه الحرب في الأساس حربا جوية فحتى إدارة ترامب ليست مجنونة بما يكفي للتفكير في غزو بري لدولة شاسعة يقتنها نحو ثمانين مليون شخص والتي ستلحق بالتأكيد ضررا هائلا ولكن إلى أي حد لن تستسلم إيران أبدا وسوف يتجمع شعبها للدفاع عن بلادهم كما أن طهران قادرة تماما على رد الضربة باستخدام وسائل غير تقليدية وقد ترتفع أسعار النفط وتشهد الدول التي تواصل التعامل مع إيران الصين وروسيا وتركيا والهند كبداية معدلات نموها وهي تتضرر ولن يدعم أي بلد أوروبي مثل هذه الحرب بطبيعة الحال تبقى الفوضى شيئا تبرع في إدارة ترامب وسوف تعاني إيران على المدى القصيد من جرح مؤلم لكن طهران سوف تتحمل الضربة وسيكون الأمريكيون قد انخرطوا أيضا في حرب أبدية أخرى هذه المرة مع عدو أكثر قوة بكثير من قبائل الباشتون في أفغانستان أو الجهاديين في العراق ربما يحصل السيد بولتون ورئيس وزراء إسرائيل بن يامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان على حربهم لكن الحرب تبقى شأنا يعوزه اليقين إلى حد كبير وكما لاحظ الفيلد مارشل البروسي هلموت فون مولتاكا أحد مؤسسي الحرب الحديثة ذات مرة فإنه ليست هناك خطة يمكن أن تصمد أمام الاشتباك مع العدو لقد كتب إيرليش الفائز بجائزة الفائز بجائزة بيت بودي ومؤلف خمسة كتب تحليلا جاء في وقته لسياسة الولايات المتحدة الخارجية تجاه إيران والسبب في أننا نحن والعالم نتجه في حال وصل بلدنا مساره الحالي إلى نفق مظلم طويل تابعت شبكة البي بي سي البريطانية المعارك في الحديدة والتي قالت إنها تهدد الهدنة وعنونة الشبكة اليمن اشتباكات متفرقة في الحديدة تثير المخاوف بشأن مصير الهدنة وأضافت أنه وقعت اشتباكات متفرقة على أطراف مدينة الحديدة اليمنية وهو ما أثار مخاوف من انهيار الاتفاق على هدنة جديدة وتوصل طرفان المتحاربان الخميس إلى اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة في ختام محاذثات جريت بينهما في السويد ويأمل الجميع وفقا للبي بي سي أن تسمح الهدنة في المدينة التي يسيطر عليها الحوثيون بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى ملايين اليمنيين المهددين بالمجاعة وتضيف البي بي سي تقاتل القوات اليمنية الحكومية المدعومة من السعودية المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم إيران وقال سكان في الحديدة لوسائل إعلام دولية إنهم سمعوا قصفا وإطلاق نار في أحد الأحياء الشرقية بالمدينة وسمع أحد السكان جنوب المدينة أيضا تبادل إطلاق النار بالأسلحة ثقيلة من أخبارنا المنوعة نطالع من موقع ديتشي فيلي عنوان طائرة ركاب تضطر للعودة بسبب نسيان قلب بشري على متنها وقال الموقع عادت طائرة تابعة لشركة ساوث ويست تقوم برحلة بين سياتل ودلاث أدراجها بعدما اكتشف طاقمها نسيان قلب بشري على متنها علينا العودة إلى المطار حيث أقلعت الطائرة رجاء هذه ليست نكتة هكذا أبلغ كابتن الطائرة ركابه بقرار العودة إلى مطار سياتل بعد مرور ساعة ونصف على إقلاع طائرة شركة إيرلاين ساوث ويست المتوجهة إلى مدينة دالاس وبسبب العودة كان قلب بشري متبرع به يفترض أن تسلمه الطائرة القادمة من كاليفورنيا في مطار سياتل لكن القلب البشري بقي في الطائرة وطار معها إلى رحلتها القادمة إلى مدينة دالاس ونقرأ الموقع الألماني أن الطائرة قطعت نحو نصف مسافة الرحلة إلى دالاس مما أدى إلى أهدار أربع ساعات ثمينة من بينها ثلاث ساعات في الجو في حين يمكن للقلب البشري المخصص للزرع أن يبقى صالحا لمدة أربع إلى ست ساعات بعد أخذه من المتبرع وحتى زرعه في صدر المريض صحيفة القاردين نشرت صورا عن أهم الأحداث الأسبوعية التي رصدتها عدسات المصورين في مختلف أنحاء العالم نتابعها موسيقى 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 ماذا تقول لنا الرشة اليوم هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف نتابع موسيقى 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 بهذه المجموعة من الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء موسيقى